أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان وتطرق الاجتماع إلى مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين حيث تم الإشارة إلى بدء تنفيذ 14 مشروعا بالموقع فضلا عن استعراض الموقف الخاص بمشروع ممشى أهل مصر وكذا أعمل تطوير بحيرة أصيرة ومنطقة المطاعم بها